بحث وزير المالية سال بن بريك في العاصمة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس بوبكر تعزيز العلاقات وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين لا سيمة في الجوانب المالية والاقتصادية واستعرض وزير المالية خلال اللقاء تطورات الأوضاع العامة في البلاد وخصوصا الجوانب المالية والاقتصادية والجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام الشامل والدائم وينهاء الحرف في البلاد وبدل الجهود لاستقرار وتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة وتطرق الوزير بن بريك إلى تبني الحكومة وبتوجيهات من المجلس الرئاسي وبدعمنا لشقة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الصديقة حزمة من الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية لتحسين الأوضاع العامة في البلاد ترجمة نانسي قنقر